إلى من يهمه الأمر نحن برضو بنعاني على فكرة نحن برضو بنموت يوميا نحن برضو بتتم سرقتنا ونهبنا وتشريدنا وتهجيرنا يوميا منذ أكثر من 9 شهور والسبب طبعا ميليشيا مسلحة كانت قيادة الجيش في يوم من الأيام بتأويها وتحميها وتمدها بالعدة والعتاد حتى مكنت لها لحد ما انقلبت عليها يوم 15 أبريل 2022 السودان للأسف بيحتضر حاليا أكثر من 10 ألاف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين والملايين من النازحين داخليا وخارجيا ولا حياة لمن تنادي السودان اللي كان بيقيف مع كل شعوب المنطقة في سرائهم وضرائهم في أفراحهم وأحزانهم السودان اللي قدم للعالم كل شي وما لقى منهم أي شي السودان العلم والمعرفة السودان العلماء والأدباء والشعراء السودان العزة والنخوة والرجولة السودان الكرام والشهام والأصالة السودان الصدق والأمانة والإخلاص السودان بيعاني حاليا يا جماعة وبحتاج أن تلقوا نظرة إليه وتعيروا له انتباهكم